وقابلت المرشد العام للأفان المسلمين وقعد وطلب مطالب طلب ايه اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع كل بس طرح كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقوله رجعنا لأيام بحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس مامشيش بالنهار ويمشوا بالليل وانا في رأيي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام فقال لي لأ انت باعتبارك الحاكم مسؤول قلت له يا استاذ تليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة على حال ما لابسهاش طرحة ليه اذا كنت انت اذا كنت انت مش قادر تلبس اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة عايز ما ننزل للبس عشرة مليون طرح في البلد نسى ِ١١ي ِ٠ٓ ِِ ِ٠٠绽 ِ٠١ ِ٠٠ ِ٠٢ ِ٠٠ pues اشتركوا في القناة